اشتركوا في القناة الهادي اتنين جبال الهيمولاية تلاتة دائرة عرض دائرة الاستواء رقم اربعة قارة امريكا الشمالية رقم خمسة بحر داخلي البحر الاحمر رقم ستة خط طول رئيسي يبقى خط جرينتش بعد كده ننتقل للسلب بمتفسر السؤال الاول يطلق على مجردنا اسم الضرب اللبني لانها تشبه اللبن المسكوب السؤال اللي بعد هو حدوث ظاهرة التعاقب في صول السنة الاربعة بسبب دوران الارض حول الشمس من الغرب الى الشارق مرة كل 365 يوم وربع لوعي ما يعرف بالدورة السنوية مع سبات من المحور الارض بعد كده السؤال اللي بعده بنتفسر تكون الجبال المخروطية مثل جبال كينيا نتيجة او بسبب الصورانات البركوانية بعد كده هننتقل لسيلة الاختيارات وهي السؤال الاول تحترق نقاط جزئيا عند احتكاكها وعندما تحتك بالغلاف الجوي طالما جزئيا تبقى النايزك طب لو كليا هتبقى الشهب وانه بتوضع الهيط سهام ضوية تدور الارض حول محورها مرتين كل مرتين مش مرة واحدة ركز مرتين يبقى كل 48 ساعة تتعامد الشمس صيفا على نقاط في نصف كرة ارضية الشمالي صيفا يبقى مدار السرطان في نصف كرة ارضية الشمالي ثاني كرات العالم مساحة يقارد افريقيا من البحار المغلقة بحر قزوين اللي هو اكبر بحر مغلق في العالم المسافر يؤخر ساعته اذا اتجه طبعا يؤخر ساعته اذا اتجه غربا وانه يقدم ساعته اذا اتجه شرقا اكتب مصطلح الجغرافي لكل مما يأتي دوائر وهمية افقية متوازية غير متساوية تحيد بالكرة ارضية هتبقى دوائر العرض الاجزاء المرتفعة مستوى سطح البحر والتي لم تغمرها المياه اللي هي المرتفعات هالذات سريعة متتالية تحدث في اجزاء معينة من القصة العرضية تبقى الزلازل بعد كده هننتقل لأسرية تصوب ما تحتها خط في المرحلة الاولى من نظرية كانت الارض كتلة واحدة تسمى بنجايا الجندوانا تعد سهول نهر النيل في افريقيا من السهول السهلية طبعا مش السهلية تكون الفيضية تتساوى المدن في التوقيت اذا وقعت على نفس دائرة العرض طبعا الغلط في دائرة العرض تبقى على نفس خط الطول يتميز فصل الصيف بين خفاض الحرارة وسقوط الامطار طبعا لا دوات فصل الشتاء اللي هو بيتمايز بين خفاض الحرارة وسقوط الامطار الامطار يعتبر كوكب المريخ توقم لكوكب الارض طبعا مش المريخ هيكون الظهرة ده ليه لان هو ايه بيتشابه مع كوكب الارض في القطر والحجم والكتلة هالي كده السؤال اللي بعده في اي القرات توجد كل ظاهرة من الظاهرة الدراسية العاية هي نهر الدجلة والفراد ده موجود في العراق في قارة اسيا البحيرات العظمى موجودة في قارة امريكا الشمالية هضبة اسيوبيا موجودة في قارة افريكا وهي بكده تكون انتهت السئلة الجغرافية وهننتقل لأسئلة التاريخ وهنبدأ بأسئلة لمن تنسى بالاعمال التاريخية الاتية اسس الأسرة الأولى وبنى عاصمة موحدة وهي مدينة منف الملك ميناء اهتم باستخراج النحاس والفيروز من سيناء سينفرو نقل عاصمة البلاد من طيبة الى اسيد توي من محات الأول حفر قناة سيزوستريس التي وصلت بين البحر الأحمر ومتوسط عن طريق نهر النيل الملك سنوسيرت الثالث ارسل بعستين تجاريتين الى بلاد بونت الصومال حاليا الملكة حدشبسوت حقد أقدم معهد سلام في التاريخ هتبقى الملك رمسيس الثاني بعد كده ماذا يحدث اذا لم تهتم منظمة اليونسكو بالأثار المصرية والتراث القديم لتدمير وغرق معبد ابو سنبل بمياه السد العالي السؤال البعض لم يعتقد المصريون القدماء في البعث والخلود لم يقوموا ببناء المقابر الحصينة في الصحراء ولم يهتموا او يقوموا بتحنيد جسس موتهم بعد كده لم تنتشر رمال بيضاء في الصحاري المصرية لم تزدهر صناعة الزجاج عند المصري القديم هذه كده اسئلة اكمل السؤال الاول بيقول لك اول ما نغير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية طبعا تكون الملك زوسل وبان الهرم المدرج وده كان اول تغيير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية من مصطبة واحدة لهرم يتكوى من عدة مصاطر قسم المصر القديم السنة الى نقط فصول تتناسب مع الدورة الزراعية ثلاث فصول فصل الفيضان فصل البزر وفصل الحصد انتصرت حطمس الثالث على امير قادش في معركة ماجده جاء الفتح الاسلامي لمصر عام 641 على يد القائد عمر ابن العاص وجاء خلص مصر من حكم الرومان قادة سخن راع المرحلة الاولى من حرب نقط ضد الكسوس طبعا تكون حرب التحرير كانت عاصمة الوحدة الاولى هي مدينة اون هليوبلس عين شمس حاليا بعد كده سؤال ما النتائج مترطبة على زيادة نفوز كهنة الاله راع في اواخر الاسرة الرابعة ادى الى سقوط الاسرة الرابعة وتولى كبيرهم اسر كاف الحكم مؤسس الاسرة الخامسة ولقب نفسه بابن الاله راع بعد كده الاول بتكوين جيش قوي في الاسرة 26 استطاع انه يعيد وحدة البلاد واستعادة وحدة البلاد مرة اخرى وطرد الاشورين زيادة مسؤوليات الفرعون وصعوبة اشرافه على شؤون البلاد واحده اللي وقام بتعيين وزيرا له عشان يعونه في شؤون البلاد وحكم البلاد فلي كده ننتقل لسئلة دلل كان عهد الملك من كورع اكثر حرية من ابيه وجده وانه الشعب مارس شعيره الدينية بحرية اكتر السؤال اللي بعده دلل علاء ان بوغ المصريين القدماء في مجال الحرب وتنظيم الجيوش طبعا السؤال ده ممكن نقول فيه حاجات كتيرة جدا زي مثلا انه اول من قسم الجيش الى قلب وجناحين واختراح حرب المفاجأة والاستباقية ده بالنسبة لتنظيم الجيوش طب ايه كمان ان هما كونوا اقدم امبراطورية في التاريخ في اسيا وافريقيا وان هما حققوا انتصارات بارعة على اعدائهم كل دي دليل على نبوغ المصريين في مجال الحرب وتنظيم الجيش اهتمام الملك من محات الثالث بالزراعة ان هو انشأ مقياسا على النيل لشان يقدر مساحة الاراضي الزراعية وان هو ان حدد الضرائب وكمان ان هو انشأ سد اللهون لتنظيم الريوة لاستفادة من مياه نار النيل وتوسيع مساحة الاراضي الزراعية بعد كده ننتقل لأسئلة صحاب الخطأ اعتمد المصريون القدماء في الصناعات الخشبية على الخشب المحلي غلط الخشب المستورد زي ما احنا عارفين رحلات الملكة حدش بسود لجلب الخشب من بلاد بوند وكذلك الخشب المستورد في نقيا اللي هي سوريا ولبنان حاليا انتصار رمسيس الثالث على شعوب البحر المتوصف بحرين عند رفح غلط هيبقى بحريا عند مصاب نهر النيل الغربي يعرف عصر الدولة الحديثة بعصر الخال الاقتصادي غلط عصر هي حركة البيع والشراء بين القرى والمدن المصرية غلط تكون التجارة الداخلية وبكده يكون انتهى الاختبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته